ما علينا خليني اقول لكم نتائج المطشط بتاعة النهاردة نستعرضها مع حضراتكم في هذه البطولة ونعرف ايه اللي بيحصل بالزبط تتعندك منتخب النهاردة جامبيا اتعادل مع منتخب مالي خبالك منتخب مالي حاجة ضحك منتخب مالي جات له ضربة جزاء فراح عاملين ايه؟ كاسبانين واحد سفر فمالي المباراة اللي فاتت قدام تونس عاملت ايه؟ جالها برضو ضربة جزاء فراحت كاسبانة منتخب تونس فهم الموضوع بقى ديه تاني ضربة جزاء ليهم جامبيا حكم المباراة يحسب لها ضربة جزاء في السواني الاخيرة في الديئة تسعة وتمانين اللي هي دخلة على تسعين ومندخل الرجل حطتها فمالي تتعادل واحد واحد فيشربوا من نفس الكاس اي نعم الكاس ده هنا تعادلوا الكاس اللي فات كان كاس خسارة ولكن منتخب جامبيا يجبرك على الاحترام هنحقف عند ماتشو كودفور والسريليون اكيد يعني المباراة اللي انتهت اتنين اتنين وحنتكلم فيها سوى مع بعض منتخب تونس عامل مباراة كبيرة جدا امام منتخب موريتانيا وسيف الجزيري سجل جول وكل لعيبة تونس حياء كانت متقلقة في مباراة اليوم واستطاعت الفوز على منتخب موريتانيا دون صعوبة والمفاجأة الكبرى الصادمة هي كانت خسارة المنتخب الجزائري من منتخب غينيا الاستوائية ده بالنسبة لنتائج الماتشوات النهاردة اللي تلعبت كلها من بطولة الامم الافريقية ومن احداث بطولة الامم الافريقية فقبل ما نروح بس ونتكلم على الكاسل الرابطة لنوقف عند سيرليون تخب سيرليون من المنتخبات المقاتلة جدا جدا لك ان تتخيل وهو المنتخب المصنف رقب 25 في افريقيا بيتعادل مع مين؟ الاتنين الكبار جدا جدا بيتعادل مع منتخب كودفور وبيتعادل مع منتخب الجزائر وبيخلق لنفسه مكان ومكانة لها علاقة بانه هو موجود جوه المنافسة في المجموعة ديت ولم يكن احد يتخيل يعني الحقيقة ان هم هيظهر هيظهر منتخب سيرليون بالشكل ده منتخب سيرليون علشان يوصل للكاميرون كان له رحلة لطيفة جدا هما سفروش بالطيارة الاول هما الاول اطعوا المسافة اعرض لحضراتكم اطعوا المسافة عن طريق قارب الاول لحد المطار في العاصمة وده كان البحر خب بالك او سيرليون تواجد للمرة التالتة في تاريخه المدير الفني منتخب سيرليون اه جون كاستر كان اوضح انه لشبكة بي بي سي في تصريحات لبي بي سي انه تلقى تهديدات بالقتل لما كان بيجاهز القايمة اللي حتشارك فيه البطولة تهديدات بالقتل خب بالك الموضوع عاصر حد فيه سفر سيرليون للمشاركة في بطولة كان فيه بعض المغامرة اختار اتحاد كرة القدم السيرليوني التوجه للسفر بحرا نحو مطار لونجي الدولي وسط العاصمة بالنظر لطول المسافة البرية واللي تقدر بحوائي 3000 كم من اجل استقلال الطائرة من العاصمة او من المطار للكامرون فقطع الرحلة ديت في البحر ومن البحر وصل للمطار ومن المطار طار على الكاميرا ده رحلة منتخب سيرليون طبعا المشهد يمكن ناس كتير ما شافتوش خد بالك هم ما ركبوش ده ده هم رايحين الطائرة هم ما ركبوش القارب هو مش قارب يعني كلمة قارب دي تبدو ان هم الناس فيها يجرى غير شرعية وقاعدين معرفصين ورقبين لا هو الموضوع مش كده لا رقبين حاجة شيكو بتاعه الدنيا اهو يعني بص ده مش قارب يا جماعة بص نبقى متفقين يعني اه الناس قاعدة موسوقة رحلة يعني بحرية الدنيا حلوة زي الفل يعني خلاص وده مش عشان هم ما معهمش فلوس ولا عشان هم فقرة او هم بيكفحوا او هم كده موضوع في النصاب الطبيعي انه المنتخب علشان يوفر المسافة دي قطعها عن طريق البر عن طريق البحر طيب ده يديلك انطباع عن منتخب سريليون انه واحد من المنتخبات في النهاية اللي رايحة البطولة والناس مش مرشحها لأي حي خاص مش مرشحنا لأي حي خاص وبالتالي انحقف هنا عند نقطة قالها كابتن حسن عبد الرب وقالها مبارها محمد صلاح بعض المنش قالك احنا وده نقطة مهنة قالك المنتخبات دي تعطف افريقيا كلها تطورت لان منتخبات افريقيا بقى فيها عدد كبير من المحترفين برا ممكن انت ما تكونش بتشوفهم الفرز الاول اللي موجودين في القندية الكبرى في كبرات القندية في الدوريات الاوروبية بس موجودين في قندية وسط في دوريات اوروبية قوية وبالتالي بيعبروا عن نفسهم بشكل او باخر في حالة تجمعهم مع بعض في المنتخب فبيخلقوا حالة من الندية والقوة والشراصة وده نقطة مهمة فاحنا ماينفعش ان احنا نستهين او نستهين بمستوى المنتخبات الافريقية دلوقتي ماينفعش حقيقة يعني ابا اكلمكم وان كنا احيانا بنقعة في الخلط ده غصب عننا والله نقعة في الخلط ده تحت بند ان احنا منتخب مصر فلازم نكسب ومنتخب مصر فلازم كزا 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 بس انا بتكلم ده بقول ان احنا لازم نعمل اعتبارات مهمة جدا للمنتخبات اللي احنا بنقابلها الاعتبارات دي لها علاقة بالاحترام والتقدير عشان لما تقابلها في المرعب مات ايه ده هما الناس دي بتعمل كده زي انت اللي ديته فرصة فعلشان نكون ايه وفينا وكفينا في الجزئية ده اشتركوا في القناة